عليه نحن كشرق أوسط ترامب عنده خطط عنده مشروع خطر جدا خطر خطر جدا لأنه أي حرب لها تأثيرات على الإقليم لها تأثيرات في الخليج لها تأثيرات على الدول الخليج لها تأثيرات على الجاليات لها تأثيرات على قناة السويس لها تأثيرات على البحر الأحمر لها تأثيرات للسياحة في الإقليم كله لها تأثيرات في العلاقات الدولية فيعني أنت لما تشوف مثلا سنة تسعين واحد وتسعين وضع حالك وكان ما بين البحر الأحمر والخليج العربي ستة حاملات طائرات أمريكية شيء ما حصلش ولم يحدث أكثر ما شهدناه في الفترة الأخيرة هما حاملتين في وقت واحد وحتى قيل أنه كيف هذا هما في العدب يبقى واحد ففي حاملتين واحدة في الخليج أو في البحر الأحمر والأخرى في البحر المتوسط وهكذا لكن فيما يتعلق ربما من هذا من لف الروح لعلاقات المصرية الأمريكية وجدنا بلينكين وزير خارجية الشهر اللي فات جاء في زيارة خصيصاً على مصر اللقاء مع السيدة الرئيسة عفتاح السيد ثم وزير خارجية والحديث عن الحوار السراتيجي المصري الأمريكا سبقت زيارة بلينكين بيوم لأول مرة يمكن من 2010 أو 2011 أمريكا بتدي المساعدات العسكرية المصرية دون قطع دولار واحد منها إيه الأسباب؟ أسباب لازم أن الولايات المتحدة بطرى أهمية شديدة للقوة العسكرية المصرية بطرى فيها أهمية شديدة للدور المصري بتعمل ترضية لمصر وبتبني أو بتسعى إلى بناء محور أو بتسعى إلى تعزيز العلاقة والفهم المصري الأمريكي تجاه بعضهم البعض لأن دي علاقة أجيمة طبعا الولايات المتحدة موجودة على مستوى الإقليم ومع مصر على مدى 150 سنة لكن تعزيز العلاقة المصرية الأمريكية بدأ مع اتفاق أو إطارات كام ديفيد في 78 وسبقها التحولات المصرية مع الولايات المتحدة بدءا ربما حتى من مبادرة روجرز و71 والتفاهمات الأمريكية الأمريكية المصرية وصولا إلى الزيارة الأولى للرئيس نيكسون لمصر سنة 74 أول رئيس يأتي لمهمة عمل لأنه هناك من جاء إلى مصر من القادة الأمريكيين في زيارات روسفيلت على سبيل المثال روسفيلت فرانكلين ديلانو روسفيلت أو حتى تيود الروسفيلت جاء في زهر مصر في بداية القرن فهو شيء جدير بالاهتمام وبصراحة يسعدني جدا دي من الحاجات الأوليل الأمريكان بيعملوها وزير خارجيئة المنطقة لدولة واحدة واليوم واليوم فالراجل ده بيتعرض ليه في رحلة بهذا الشكل أنه يجي في يوم ويمشي ده يعني كنت بعمل العاملة دي وعملتها الحقيقة وأنا أمين عام الجامعة في حوار استراتيجي بين الجامعة والولايات المتحدة في يوليو 23 وصلنا الساعة 8 بالليل دخلنا على اللوقاندة الساعة 10 نمنا صحينا الصبح رحنا الستيد دي بارتمنت وزارة الخارجية الأمريكية عملنا اللقاء مع بلينكين مشيت ساعة 11 السفير حسام زاكي مع بقية الطاقم الجامعة باقية مع الوكيل الخارجية الأمريكية لتلات أربح خمس ساعات رجع ساعة خمسة قدم لي تقرير في الفندق عمل إيه قلت له طيب أشوفك بخير في القاهرة خش نام وأخدت الطيارة ورجعت القاهرة فبيحدث إن المسؤولين بيعملوا هذا الجهد مجتمع